اكد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عهل البلاد المفدة حفظه الله على عمق العلاقات التاريخية الأخوية الراسخة التي تربط مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية الشقيقة التي ترتكز على أسس قوية من التعاون والتنسيق الوثيق في جميع المجالات مشيدا جلالته بالمواقف المشرفة للمملكة العربية السعودية الشقيقة بقيادة خادم الحرمين الشريفين والداعمة لمملكة البحرين والتي تأتي تجسيدا للروابط والصلاة القوية التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين على مر التاريخ منويها جلالته بأن العلاقات البحرينية السعودية هي نموذج للعلاقات المتميزة بين الأشقاء القائمة على مبادئ الخوة والترابط والتضامن الوثيقة جاء ذلك خلال استقبال جلالة الملك المفدى في قصر الاسخير هذا اليوم بحضور صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة أولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نائف بن عبد العزيزة لسعود وزير الداخلية بالمملكة العربية السعودية بمناسبة زيارته للبلاد حيث نقل إلى جلالته تحياته وتقدير أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيزة لسعود حافظه الله وأخيه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيزة لسعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وتمنياتهما الطيبة لشعب مملكة البحرين بدوام الرفعة والاززهارة فيما كلفه جلالة الملك المفدى بنقل تحياته إلى أخيه خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده وتمنياته للشعب السعودي الشقيق بالمزيد من التقدم والرخاء ورحب صاحب الجلالة بسمو وزير الداخلية السعودي مؤكدا أن هذه الزيارات الأخوية تسهم في توطيد التعاون والتنسيق المشترك لا سيما في المجال الأمني والتشاور بشأن التطورات الراهنة خاصة في هذه الظروف الدقيقة التي تمر بها المنطقة كما أعرب عن تقديره للدور القيادية الذي تطلع به المملكة العربية السعودية في تعزيز العمل الخليجي المشترك والدفاع عن مصالحها وتوحيد الجهود والكلمة بين الأشقاء وجرى خلال اللقاء بحث مجريات الأحداث في المنطقة والمستجدات الأقليمية والقضايا موضع اهتمام البلدين الشقيقين اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة